يقول السائل شخص متعلم ولم يعمل بعلمه ماذا يجب عليه؟ المتعلم العلم الشرعي يعمل بعلمه وإلا فإنه يصبح علمه حجة عليه ويعذب يوم القيامة لأن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة حالم لا يعمل بعلمه والعلم إنما هو وسيلة للعمل ليس هو الغاية فهو الوسيلة للعمل فالعلم إنما يتعلم لأجل العمل ولا يكون العلم نافعا لصاحبه إلا إذا صحبه العمل فالعلم والعمل مقترنان والعالم الذي لا يعمل بعلمه عليه وعيده شديد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفاتحة يهدين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالين والمغضوب عليهم هم العلماء الذين لا يعملون بعلمه استحقوا الغلب من الله لأنهم عصوا الله على بصيره وخالفوا أمره ونهيه وهم يعلمون والله تعالى عاب على اليهود وأنكر عليهم أنهم لا يعملون بعلمه قال كأنهم لا يعلمون ويناديهم يا أهل الكتاب لم يقول سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكثمون الحق وأنتم تعلمون ويقول سبحانه وتعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها فمثل الحمال يحملوا أصفار بلس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين ويقول سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ولا دلة من الآيات ومن الحاديث في هذا كثيرة جدا جزاكم الله خيرا سبحانه وتعالى